كل سنة وانتوا طيبين في الفيديو ده حنتكلم عن الحالة الفلكية وتأثيرها على موليد برج الدلو خلال سنة 2022 وموليد الدلو هم المولودين في الفترة اللي ما بين 21 يناير لغاية 19 فبراير وسنة 2022 ممكن تكون رغم وجود زحل في برجوكو لكن في حاجات في النص إيجابية جدا وممكن تكون سنة موفقة إن شاء الله لو بصينا على النحية العاطفية هنلاقي إنه المتجوزين هيبدأ يبقى عندكم فرص كويسة للتفاهم مع شريك الحياة ابتداء من يوم 6 مارس بس في شهر يناير وفبراير هيكون عندكم ميل للعزلة وشعور شوية بالتشوش اصبروا متاخدوش أي قرارات متسرعة لأنه في شهر مارس وإبريل هتقدروا تستعيدوا مشاعركم من جديد وحيكون عندكم طاقة عاطفية رائعة كمان من أول 11 مايو لغاية 28 يوليو المشتري حيكون بيدعمكم جدا في منزل العلاقات وده بيديكم فرص تقضوا أوقات حلوة مع شريك الحياة وممكن أن يكون فيه أحداث قسعتكم أو أوقات سارة وأخبار سارة وتوافق كمان أفضل المريخ كمان في منزل الحب من أول 20 أغسطس ده بيديكم كل حاجة بتتمنوها وبتحلموا بيها في الحياة الزوجية ومن أول 20 أغسطس لغاية آخر أكتوبر أوقات رائعة وتفاهم أفضل بكتير في حياتكم الزوجية بالنسبة للناس اللي مش مرتبطين أشوف أنه في أول السنة ده وقت مش مناسب لاتخاذ قرار بالارتباط حاولوا تدرسوا مشاعركوا أكتر وابتداءا من يوم 6 مارس هيكون عندكم قدرة أنكم تحددوا كويس أنتم عاوزين إيه من الشخص اللي بترتبطوا به أشوف أنه في شهر يونيو عندكم فرص أكتر للارتباط وكمان ابتداء من يوم 20 أغسطس لغاية آخر أكتوبر المريخ بيدعمكم في منزل الحب وممكن دي تبقى فترة حب رائعة وتعيشوا مشاعر حقيقية وفي الوقت ده تعرفوا الحب بجميع ألوانه مطلوب بس منكم في شهر نوفمبر أنكم تصبروا وما تغمروش فأشوف بس شهر نوفمبر ما تتصرعوش في أي قرارات أو في الغضب أو في التمرد على الطرف الآخر بالنسبة بقى للشغل وللفلوس بشوف أنه طبعا وجود زحل في برجوكو طول السنة ده ممكن يخليكو يعني تظهر لكو عقبات في أوقات كتير أو يكون عندكو شعور بالاندفاع أو جنون العظمة في بعض الأوقات أو عدم اتزان في أوقات تانية عدم اتزان نفسي يعني فحاولوا بس تصبروا في أوقات حلوة أو تستغلوا الأوقات الكويسة بالنسبة لكم عموما زحل ما هواش وحش قوي بيديكو على الأقل نضج في التعامل وتعرفوا تتصرفوا بحكمة يعني هو ممكن يديكو أوقات فيها زي ما قلنا اندفاع أو تعالي أو عدم اتزان لكن في نفس الوقت بيدي حكمة وبيدي رجاحة عقل أو أنكو تعرفوا تتصرفوا في الأوقات الصعبة كويس يعني تحسنوا التصرف في بعض الأوقات ممكن تحسوا أنتو في محلك سر مش بتتحركوا مش بتحققوا تقدم لكن في الحقيقة في أوقات هتقدروا تحققوا فيها تقدم أصبروا من أول 11 مايو لغاية 28 يوليو ده وقت حلو بالنسبة لكم قوي كمان من أول 20 أغسطس لغاية آخر أكتوبر ده كمان وقت رائع فالنجاح هيكون حلفكم في الأوقات دي من 11 مايو لـ 28 يوليو ومن 20 أغسطس لغاية آخر أكتوبر بس بشرط أنكو تحافظوا دايما على الحذر وعلى الواقعية وعلى التواضع دول الثلاث حاجات اللي لازم تلتزموا بيها طول السنة الحذر والواقعية والتواضع وإن شاء الله السنة كلها تكون حلوة وكل سنة وانتو طيبين